عندنا مسجد يصلي على مذهب أبي حنيفة يؤخذ صلاة العصر وهناك من الناس من يتعمد أن يصلي الجمعة فقط رغم وجود مسايد أخرى تصلي في الأوقات المعتادة فهل هناك حرج في ذلك نقول يا رعاك الله لقد اختلف أهل العلم في بداية وقت العصر على قولين القول الأول قول جمهور أهل العلم مالكية والشفعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من لحناف أنه يبدأ إذا انتهى وقت الظهر أي عند مصير ظل كل شيء مثله سوا في الزوال من أدلتهم على هذا نعم حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر حين صار ظل كل شيء مثله أيضا حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي يصل إليها والشمس مرتفعة متفق عليه وفي رواية عندهما أيضا أي منتفق عليها يأتي مسجد قباء والشمس مرتفعة وأقرب العوالي مسافة ميلين وأبعدها مسافة ستة أميال يقول النووي رحمه الله لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها لا يمكن أن يكون هذا إلا إذا كان قد صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة قول الثاني قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن وقت العصر يبدأ عندما يصير ظل كل شيء مثليه سوا في الزوات ومن أدلة الحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم كسان الحنف الفقه يقول الإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شيء مثلي فإن الحر لا يفتر خصوصا في بلاده لكن هذا نقش وأجيب عنه بأن الإبراد يحصل بمصير ظل كل شيء مثله وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن تكملة حديث أنس السابق حتى ساوى الظل التنول أيضا من أدلتهم حديث ابن عمر وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراتا قيراتا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراتا قيراتا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراتين قيراتين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراتين قيراتين وأعطيتنا قيراتا قيراتا ونحن كنا أكثر عملا فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء كساني يعلق أو يصطمت من هذا فيقول دل هذا الحديث على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر ويكون أقصر لو كان الأمر على ما قال أبو حنيفة وأجيب عن هذا من قبل الحافظ بن حجر بقوله ليس في الخبر نص على أن كل مناء الطائفتين أكثر عملا لأن هذا الحديث يصدق أن كلهم اليهود والنصارى مجتمعين أكثر عملا من المسلمين فينبغي تعجيل صلاة العصر والمبادات إليها في أول وقتها لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات ولما صح من حديث أبي برزا الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفع أما قولك أن بعض الناس يؤدي الجمعة وينصرف ولا يؤدي صلاة العصر لأنها متأخرة نقول من أدى الجمعة فقد أدى فرض العين المتفق على فرضيته بإجماع المسلمين بالنسبة للصحيح المقيم من المسلمين أما أداء بقية الصلاوات المفروضة جماعة في المساجد فمن أهل العلم من قال بوجوبه على الكفاية وينهم من قال بأنه سنة مؤكدة والأمر في ذلك أوسع من الأمر في الجمعة وينبغي لمن كان قريبا من المسجد بحيث يسمع النداء أن يلبي لحديث أبي هريرة الذي رواه مستمقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رير أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولد دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب ترجمة نانسي قنقر